أول حاجة عرفنا براسك محسن رامي باحث في علم التنجيم مقدر نقوله خبير كينا خبرة بيسير ولكن مقدرش نقوله عالم تاني شي ناس كيقول على راسهم أنا عالم في هذاك ولكن حيث عموما اللي كي يمارس هاد الأصفال الجنف كي تسمى عموما كي تسمى منجيم أو أحكامي هذه الأسمع القديمة فأنا باحث في علم التنجيم بالنسبة للم التنجيم واش درتي واش زعم قريتي واش زعم قريتي راسك براسك باش دخلتين هاد العالم وعب يصي هو هو شغف البداية أي حاجة كتبدا بالشغف فهو أكيد شغف في البداية فأنا بديته كشغف بشوية بشو سنة أكثر من عشر سنين تقريبا بديتك لتعلم بشوية بشوية كنتطور راسي التطور ما كيجيش مبيلي لو ضوحها حيث أصلا باش تطور في هذا المجال العلم التنجيم خاصة تكون عندك واحد الثقافة عامة كبيرة يعني تكون عندك تفهم شوية في علم النافس تفهم في الناس عندك ثقافة فنية عندك ثقافة علمية عندك فقدمة وش سع شيء فهذا نقول المدارك ديالك قدمة كيكون عندك أدوات أكتر وكتكون يعني أكتر وعر نبغي نقول بهذا المصطلح بسيط وعر في التنجيم وطبعا أنا باقي كنت تعلم حيث هذا العلم ما عندهوش حدود بثاف اللي كيقولوا أنه هذا العلم هو شرك بالله عند التنجيم كانوا يخدموا بي المسلمين ناس مسلمين وحنا حاليا كنا نحتمدوا على عند التنجيم مثلا حركة القمر كنا نعرفوه من خلال القمر إمتغي الدرمدان العياد ديالنا إلى غير ذلك وعند تنجيم ربدا في آلاف سيني يعني بدأت الحضارات القادمة عند إيراق قادمة عند البابليين عند السوباء الإغريق يعني جميع اللي بغين نقوله جميع الحضارات الثقافات كانوا يعتمدوا على الأسطرولوجي هذا علم وعنده أسس حتى زمان مثلا ركان عالم الفلك هو الأسطرولوجي راشال جاءتك تور العلمي الأوروبي وقد عدت فرقوا ما بين العلوم ولا علم الفلك ببحده ولا علم الأسطرولوجي ببحده حتى علم الأسطرولوجي وعلم التنزيم داخلين في الروحانيات داخلين في أمور فهم شي فهما فرقوا وهو علم قائم بذاته يعني وحنا نرى كتستعملهم ما بقاش بزاف ديال الشهورة في هاد العام ديال 2004 شنو كتتوقع أنه غيطر مع الأضراج بشكل عام وهو الطاقة العامة حاليا نحن دبا في موسم الكسوف الخسوف يلا خرجنا منه ومشي طاقة الكسوف الخسوف معروف أنها طاقة تقيلة وكتأثر على الناس يعني هي طاقة ديال تغييرات معظم الناس في هذه الفترة كتلقى حياتهم متقلبة مثلا بالنسبة لأمور صحية المزاجية شوف على حسب خريطة الفلكية ديال كل واحد خريطة هذي الناس اللي ما عاربين وشهدين بالناس مثلا عاربين غير البرج ديال والشمسي اللي هو برج كذا ولكن كينوح الحاجة اسمي تخريطة فالكين من خلاله كتب مهم كتعرف كتعرف شنو غير يوقع لك انت بالضبط ولكن السؤال ديالك انت قلت لي شنو الطاقة العامة الطاقة العامة حاليا صراحة كينتوتر في الطاقة العامة لأن الكواكب ماشي في أحسن حالتها يعني مثلا في هذه الفترة حاليا الشمس كينف الميزان هاتشي علا تتلقى بزاف ديالناس هاتف فترة مرضو بزاف ديالناس الارادية ديالهم مشيقوية لذيك الطاقة ديالهم ضعيفة بزاف المريخ تاوه ضعيف حاليا حيث كينف السرطان فهذا بخلي الناس انه داع طاقتهم ضعيفة المريخ في السرطان كدلك كدير مشاكل شوية في الأمور العائلية حيث السرطان عنده علاقة بالبيت وبالأسرة وبالعائلة فممكن هاتفترة كين بعض المشاكل العائلية ولكن ان شاء الله مستقبلا الطاقة غادوك تحسن المريخ غاد يدخل الاساد غاد يعود يرجع السرطان مهم باقي شوية هاتطاقة تشقيلة ديال اللي دير على المريخ في السرطان ولكن مستقبلا انا كنقول ان الفين وخمسة وعشرين ان شاء الله غاد يكون طاقتها احسن خصوصا فش غاد يدخل جوبيتير اللي هو كوكب الحظ غاد يدخل البيت الشرف دياله اللي هو السرطان وهذا غيخلي جميع الناس غاد يتسافذ من هاتطاقة اللي هو زوين انا كنقول ان شاء الله وغاد يدخل في شهر سالسادي العام الفين وخمسة وعشرين وتم غاد يدخل حالة طاقة حيث بعدها باجو بيتير كان في الجوزاء وفي الجوزاء يعني ماشي احسن بلاسة لها فهو مؤثر ماشي بالتطاقة زوينة فهو مهم اللي يجاي هو ان غاد يدخل السرطان غاد يكون الطاقة احسن كذلك بلوتو كوكب الاجيال بلوتو غاد يدخل غاد يحيد من الجادي الجادي كان فيه من الفين وثمانين دبا غاد يدخل فهد شهر حداش غاد يدخل دلو ان شاء الله غاد يبقى تماما واحد سنوات وهذا بلوتو عنده علاقة بالاجيال احنا داخلين على واحد العصر الجديد عصر ديال تكنولوجيا عصر ديال الناس هتل دلو كرموزنين نحن كناس فالناس غاد يتطور اكتار غاد يدروع الحريات اكتار تكنولوجيا غاد يتطور بحت شكل رهيب في السنوات القليلة ان شاء الله القديمة و يعني احنا داخلين على العصر الجديد لمحالة كذلك مثلا اورانوس غاد يحيد من التطور غاد يبشي هذا الجوزاء كذلك غاد يؤثر نفس التأثير يعني غيكون تأثير على التكنولوجيا أنا كنظل ان التكنولوجيا غاد يتكون حد طفرة كبيرة يعني شحويج اللي ما نتخيلوه ممكن غتقعد في السنين ان شاء الله القديمة كذلك نيبتون غيحيد من الحوش غادي يمشي للحامال وهذا كذلك كذلك عنده تأثير اه زوحال غادي واخير نزيل الحوش مساكل اللي يتعدموا في ذلك حتى دير العضراء مهم جوزاء كذلك اه زوحال غادي يدخل في الفين و هذا و هذا و و غادي عود تاني غادي بدل طاقة ديالا الطاقة العامة عموما احنا في الفين و خمس و عشرين ان شاء الله غادي نلاحظوا كنا وغادي نستشعروا ان شاء الله ان الطاقة غادي الواحد غادي الاحسن انا كنقول حيث حتى هذه الحرب اللي واقعين دابا وهذا الهيصل اللي نيدا دبا في العالم وهذا خراب اه اكيد غادي نتاهيو فهمت يا غادي ساليوا واحد الوقت وان شاء الله غادي انا بتوقع انها غادي غادي يعني العالم ان شاء الله غادي يكون غادي الافضل ان شاء الله بالنسبة لهذا علم تنجيمي كدير نسا واش كدير اه يعني قلتي انه كان عندك شغف ولكن واش ولا عندك مهنة يعني كنت تخلص عليها اه اه هو صراحة مؤخرا اه شوف انا معظم الناس اللي كتين قراء اليوم خرائدتي انا ما قرأت فنانين اصدقاء وغير فنانين ناس مشاريع حتى عندي شوية شبكة الاجتماعية عندي كنت عارف الناس بزاف صراحة ما كنتش كانوا الناس يطلبوا مني مبالغ هذا ولكن كنت تديروا رغم انني مديان ليس مرتاح مديان ولا هذا ولكن كنت تديروه مؤخرا صراحة ما بقيتش تديرو فابور او كنت تديروه للشخص اللي بغيته انا وانا وانا ما زال بزاف ديناس يقولي فيديوهات في تيك توك ولكن انا مغيش صراحة مغيش نسهلك هذا العلم به الطريقة يعني كيني الناس كيني السهلكوا ولكن الهدف دياني مو الربح صراحة الهدف دياني ماشي هو الربح نهائيا رغم اني مديان كمان قلت لك ماشي غنياء ماشي على باب الله ولكن كنت شوف انه هذا العلم اللي بغي يمشي القدام فهو مسؤولي هو رسالة انا بغيت نقدمه من خلال من خلال هذا النظر انهو رسالة وانني ندفع به الامة ندفع به الناس وانتي نساعد الناس هذا هو المبدأ دياني من خلال هذا المشي مغيش فقط غير ترزق بالله وانديره انترتيمت يعني نرفع به الناس اه هذا جانب ترفيه خصو يكون ولكن في نفس الوقت خصو يكون قدم شي حاجة اللي تفيد الاخر اللي يستفيد منها اللي فيش في الاخر مثلا لمشيتي في هذا المجال وهذا تقول قدمت واحدة واندرت واحدة الاسم وعرفت بالاستخولوجي خصو على المسال اول واحد غيبان في تلفازة في علم ابراج في واحد القانت معين ولي غادي فالحد ولا يعني كين خطوات ولا كين تشمل أن يعني ما زال ما استافتش أنا صراحة من هاد اللين يعني هو كما كنتك هو الشغف يعني واخر خدم به ما خدمش بك يبقى شي حاجة أنا الشغف بهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة